اشتركوا في القناة وهي اللي راح تحسم الرابح او الخاسر نبدأ بالتعريف عن اللاعبين مستعدين؟ يلا نبلش نجي حالطول وراح نقارن طول بين السومة وحمد الله طول عمر السومة متر وثلاثة وتسعين سانتي اما حمد الله فطوله متر وخمسة وثماني وزن السومة ثمانين كيلو جرام اما وزن حمد الله خمسة وسبعين جنسية ابو الخطاب سوري اما جنسية ابو الرزوق مغربي حاليا عمر السومة يلعب مع منتخب سوريا اما حمد الله فهو معتزل دوليا وهي اكيد تعرفون انه عمر السومة يلعب نادي الاهل السعودي عبدالرزاق حمد الله يلعب نادي النصر السعودي السومة لعب باربع انديه ويلي هي الفتوى السوري والقادسية الكويتي ونقن تقام فورست الإنجليزي والأهلي السعودي عبدالرزاق حمد الله لعب الست أندية أولمبيك أسفين مغربي أوليسوند النرويجي جوانجو الصيني والجيش القطري والريان القطري والنصر السعودي نيجي أسعى على فقرة النقاط واللي هي نقول معلومة ونقارن بينها تما بين السومة وحمد الله ونشوفها مميز بها أكثر نحسب له نقطة عمر السومة الموسم الماضي سجل 21 هدف أما حمد الله الموسم الماضي سجل 35 هدف فالنقطة الأولى لحمد الله السومة مسجل بكل مسيرته معها الأربعة أندية اللي ذكرت لكم إياها 301 هدف أما حمد الله مسجل بالست أندية اللي مثلها 108 أهداف فالنقطة رح تصير للسومة والنتيجة تعادل أهداف عمر السومة بالمنتخب وشكون هي المنتخبات اللي سجل عليها سجل على منتخب إيران هدف وعلى منتخب أستراليا ثلاثة أهداف وعلى منتخب قرغيستان هدف وعلى منتخب أسبكستان هدف وعلى منتخب قطر هدف وسجل على منتخب الفلبين هدفين وعلى منتخب قوام ثلاثة هداف وعلى منتخب جزر المالديف هدفين نيجي أسعى الحمد الله حمد الله سجل بمنتخب تنازانيا هدف ومنتخب جمهورية أفريقيا الوسطى هدف ومنتخب الكونغو هدف ومنتخب بوركينا فاسو هدف ومنتخب بينين هدف بشانيشتين راح تروح النقطة للسومة وتصير نتيجة 2 و 1 للسومة عمار السومة احترف لمدة شهر واحد فقط بنادي نوغنت قهان فورست الإنجليزي أما حمد الله احترف بناديين أوليسوند النرويجي وقوانجو الصيني مشانيشلين راح تروح النقطة لحمد الله وتصير النتيجة 2 كل نيجي أسعى الإنجازات إنجازات السومة حقق خداف الدوري السوري وأخذ الدوري السوري حقق خداف الدوري الكويتي وأخذ الدوري السعودي وأخذ هداف الدوري السعودي لثلاث مواسم متتالية 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 أما إنجازات حمد الله فحقق وصيف هدافي الدوري النرويجي وهداف الدوري السعودي وأفضل لاعب في الدوري السعودي شانيش دين راح تروح النقطة لعمر السومة وتصير النتيجة 3-2 نيجي أسعى المقارنة بالضربات الرأسية فيما أشوف أن الضربات الرأسية عد السومة أقوى من الضربات الرأسية عد حمد الله بس هذا مو يعني إنه حمد الله ما يعرف يفوت قوال برأسه بالعكس حمد الله عده أهداف أكثر من رائعة بالرأس بس بيشي اسمه طول الفارق بين طول السومة وطول حمد الله 8 سنتيمتر يعني فارق واسع تقريبا فنقطة الضربات الرأسية راحت للسومة وصارت النتيجة 4-2 مقارنة التحرك بالملعب حمد الله أحسن من عمر السومة بالتحرك بالملعب تلاقيه يظل يروح يمين ويسار يمين ويسار يظل يصنع أهداف مو بس يسجي شانيش دين راحت النقطة لحمد الله وانتهت المباراة بفوز السومة 4-3 ويجي ذا نكون خلصنا مقطع الفيديو اليوم لا تنسوا تعملوننا لايك وشير وسبسكرايب ودعم يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته